أهلا بكم مشاهدين في فقرة الأسواق الأسيوية لهذه الجلسة دعونا نقف على إغلاقات المؤشرة الأسيوية اليوم العاملة في المنطقة الأسيوية مع مطلع هذا الأسبوع وتقتصر على بعض المؤشرة والأسواق اليابان اليوم العاملة والتي ارتفعت بقرابة الواحد في المئة بالنسبة لنيكايتو توفاي في كوريا الجنوبية كذلك كوسبي الكوري الجنوبي عليه بعد التراجعات بثمانية عشر النقطة المئوية تغيب عن التداول المؤشرات في آسيا وفي الصين تحديدا وبالنسبة لأستراليا وهونغ كونغ وكذلك طايوان في إجازات رسمية ولكن اليوم كنا نقرأ في آخر الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الياباني والذي كان يرقبها عن كثب المستثمر فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ما يرقبه بنهاية هذا الأسبوع بالنسبة للاجتماع الخاص بقرار بنك اليابان يوم الجمعة بنهاية الأسبوع يعني ربما هذا التركيز الأكبر اليوم سوف يكون على هذه الأرقام وتطورات تحديدا بعد ما شهدناه من تدخل بالنسبة لسوق العملة في اليابان وتقريبا ضخ أكثر من 62 مليار دولار بالنسبة للعملة سنتحدث عن تراجعات وعن مستوياتي الأدنى منذ أكثر من تقريبا 34 عام بالنسبة للتراجعات التي طالت اليوم مقابل الدولار الأمريكي خلال التحركات الماضية على كلين سوف نتحدث أكثر عن هذه التطورات وما نرغبه في الأسواق مع ضيفنا بيتر مكواير المدير التنفيذي لدى إكس أم أهلا بك بيتر دايما معنا على شاشة تي أم بي سي عربية نتحدث اليوم ربما عن التطورات في الأسواق الأسيوية مطلع أسبوع جديد ولكن تغيب عنا بعض الأسواق الأسيوية دعنا نبدأ من اليابان أرقام نتج المحلي كذلك قرار البنك اليابان مع نهاية هذا الأسبوع ماذا نتوقع لكل هذه التطورات بيتر اليوم أولا سينعتقدوا الاجتماع يوم الجمعة ولربما لم ننتروا أي تغيير في هذه الفترة وهذا هو الإجماع نعتقد أن القرارات قد تأتي في شهر يوليو ما سيحدث في اليان هو هبوط سلس أكثر ودولار أمريكي قوي كما رأينا في العام الماضي مع الوظائف الجديدة التي تم اعلان عنها وبالتالي أرى يان سلس ولا تغيير يوم الجمعة طيب على مستوى ربما هذه السياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان أنت أشرت إلى تحركات اليان لنزل نتحدث عن التراجعات التي طالته فعليا وهو لا يزال عند أدنى مستوياته تقريبا منذ أكثر أو في حدود الأربعة والثلاثين عام برأيك حتى الدخل الذي تم الإعلان عنه والذي كان هناك شك بأن هل فعليا حصل تدخل بالنسبة لسوق العملات ولكن لم نشهد ربما ذلك التغيير الكبير للتحركات اليان برأيك ماذا توقع غير ما أشرت بأننا قد نشهد يان سلس خلال هذه الفترة أعتقد أنه إن لم يتم رفع النسب سنرى سلسا أكثر وأتوقع عشر نقاط أساس بحلول شهر يوليو وهذه ستكون الفرصة الثانية أو المرة الثانية التي نرى في هذه الحركة في الثلاثة أشهر الماضية أتوقع أي تدخل من بنك اليابان في حال وصل إلى 159 و160 مقابل الدولار وقد أتفاجأ ربما أن يتم رفع أسعار الفائدة عشر نقاط أساس في نهاية هذا العام علما أن عدد كبير من البنوك المركزية تقوم على قطع بعض أسعار الفائدة أو خفضها طيب بيتر على مستوى الاقتصاد نبقى في اليابان وفعليا أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزال تعطينا ربما أرقام نوعا ما مخيبة بالنسبة للاقتصاد الياباني برأيك اليوم هذه الأرقام أثرها ربما على المستثمر وتحديدا بالنسبة لإثقة المستثمرين اليوم بالنسبة للاقتصاد الأرقام الاقتصادية وأثرها كذلك اليوم هذه الأرقام على بيانات الاقتصاد الأخرى اليوم بالنسبة لليابان علينا أن ننظر إلى مؤشر مدير المشتريات والناتج الجمالي المحلي ليس من الممكن أن نأخذ من قوة سوق البورصة اليابانية التي كانت في حالة ارتفاع وصعود كبير في سنوات الأخيرة رأينا بعض الزخم أما الزخم العام في البورصة كان قويا جدا في اليابان أعتقد أنه نعم فيما يتعلق باقترابنا إلى فصل الصيف الأرقام لا بأس بها فيما يتعلق باليابان أتوقع أن تكون صاعدة أكثر في النصف الثاني من هذا العام مع نتج إجمال محلي أقوى في الربع الثالث والرابع والزخم العام برأيي سيكون إيجابيا وأكثر إيجابيا وأشراقا ونشكرك بيتر مغواير وأنت المدير التنفيدي لدى إكس أم شكرا جزيلا لك على توجتك معنا